التنه وتنهي فين غدم احتفال اليوم صحيتك وصفة يحت来 تهيد بزاف 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 اليك انت تعاني من المشكل التي التاعب لاجهه للاراق وكذلك انا تعاني من المشكل كبير المشكل الككبر منه كانها متدا دي السيدات واللي هو النحافة وعدم الزيادة في الوزن اليوم جبت لك وصفة اللي غدية تزيد في الوزن كذلك غدية تكتاقة للجسم ديالك والاهم من هاتشي كامل انها ماشي غير مجرد وصفة انما هي كتتعتبر كيف ما تقولون مقوي للقلب وغنية غنية غنية بمجموعة ديال المكونات اللي محتاجها الجسم ديالك غدية واللي معتمدة عندك لم لا بالنسبة اللي كنتية ولا بالنسبة لعائلة ديالك لانها غنية بالفيتامينات واللي غدين تعرفوا لها من خلال هالدقائق اللي غدين جمعنا مع بديتنا ما تنسوش لايك للفيديو وما تنسوش كذلك كذلك انا قم تكونوا معنا في قناة مهمتي يا لزيزة ووصفة الجمال الطبيعي مع اخني فيسا واضخني فيسا واكيد قناة حلويات او مع عبد المغيط لي دائما 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 بوصفات مجربة الف المائة ما غديش نطول عليكم وانا بدهو على براكاتي الا سر 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 فالمعلومات هناك كيف شفتم معايا غدي نحتاج الواحد المكون اللي فغامو 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 مهم بالنسبة للجسم اديا نعم كيزيد الوزن بالشكل الكبير والاهم من هاتي شكا من انا كي ما قد ضعفش ملكات قرية هاد الوصفة كذلك تينفاع بزاف بالنسبة الناس اللي كيعانيهم المشكل دي الحساسيات دي الجليتان بحيث انه ما فيش نهائيا الجليتان وتممكن اننا نخدمو به خبز حلويات دي كاك وغير ذلك كي تتعتبر مصدر غني الفيتامينات للمعادن الالياف ومضادات الاكسادة اللي مهمة بشكل كبير بحيث انه غني بالفوسفور المرغانيزيوم انه حاس الحديد والزنج والفيتامين با بسينك وكذلك وكذلك اه فيه كيمية مهمة من الفيتامين باسيس كتبولي سيهم اش نقربك لهذه الفيتامينات نبغي نقولك بان هاد الفيتامين ديال با والفاصيلة دياله مهم بزاف بالنسبة للدكاء دياله وبالنسبة للتركيز وكذلك كذلك كذلك كينفعنا باش نكونوا محصلين على ذاكرة قوية المكوين ديالنا هو الشوفان المعروف بالاستعمال دياله اولا كذلك بالاستعمالات المختلفة دياله اكد غن نضيف عليه مكونات اخرى ممكن انا نديره بالنسبة لنقصة الوزن وكذلك ممكن انا نديره بالنسبة لزيادة الوزن وكذلك الحصول على وزن اللي احنا باغين بسهولة يعني كيبقى على حسب طريقة الاستعمال دياله كذلك حاجة اخرى اللي نبغي نقول لكم انه مهم بالنسبة للتجميلة ان شاء الله باذن الله غنخدم بيه وصفات تجميلية اما بالنسبة للمكوين تاني اللي غادي نحتاجه في هذه الوصفة مكون رائح غزال بلا منطوله لكم اللي هو التين او لما يسمى بالشريحة او الكرموس ولكن هاي بالنسبة التين الاسود تختالف من ناحية الكالوغي بالنسبة هذا الكالوغي دياله كيكونوا زيدين على هادك اللي كيكون بيض او لصفر هذي من جهة كذلك كذلك انه تينفعنا في امراض ديال القلب وكي اعتنا هذيك القوة بالنسبة للقلب كنا اخدمنا به وصفات كثيرة بالنسبة كنا اخدمنا به وصفات كثيرة بالنسبة لناس اللي يعانون من مشكلة دياله الشاشة العظام الناس اللي يعانون من نقص ديال الفيتامين دي واكيد قصر القامة ممكن انكم تشوفوا هذي الوصفات في صندوق الوصف حيث انهاني غاد ينخليها لكم ان شاء الله بابن الله بزاف ناس كيقول لك هو تيزاعد الى انقص الوزن العكس بالعكس هو تيزيد ديال الوزن وما ننسوش بانه غاني بالكالسيوم الفيتامينات والمعادن وكذلك الاليف اللي محتاجها الجسم ادينا بشكل كبير فهلا كيف كتجوفوا معايا غريه على فكرة واللي هي جد مهمة بالنسبة الناس اللي مصابين بالإسهال ممكن انكم تضيفوا مكونات اخرى باش ما تزيدوش تصب بالإسهال بحيث انه تتعتبر عيلاج فعال بالنسبة للإمساك هدي من جهة وكذلك سينفعناتها في المشاكل ديال الجهاز الهضمي خاصة بالنسبة للمشاكل ديال القولون غادي ناخده هنا كيف كتشوفوا معايا واحد الإناء المقدر غادي تكون مضبوطة من بعد ما قطعت المكونات اللي عندي غادي ناخده كاس هنوضعه فيه ثلاث حبات فقط كيمية اللي هي كافية كيف كتشوفوا يابانات 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 وغادي نضيفوا معاهم كاس ديال الحليب اللي غادي يكون كامل الدسم ومن الأفضل أنه يكون ديال الباكية كيف كتشوفو غادي نطحن المكونات جيداً سوف نضيف ثلاثة المعالق سوف نضيف مكونات أخرى في هذه الوصفة سوف نضيف نصف كاس سوف نضيف نصف كاس من القجدع الطرية سوف نضيف كاس آخر من الحليب سوف نضيف الحليب سوف نضيف المكونات مرة أخرى سوف نضيف المكونات سوف نضيف المكونات سوف نضيف الخليط سوف نضيف المكونات سوف نضيف المكونات سوف نضيف خمس حبات من الجوز أو القرقع أو ما يسمى بعين الجمال وعافي الفائدة دياله وكذلك سوف نضيف سوف نضيف كذلك ملعقة صغيرة من الدرسين سوف نضيف وكذلك سوف نضيف سوف نضيف القليل من القليل من قشور ديال العنمان في حالة سوف نضيف ملعقة صغيرة سوف نضيف من المكونات سوف نضيف القليل من الدرسين أو ما يسمى كذلك بالقرفة سوف نقوم غير القليل شوية لأنه سوف نضيف المضاق جيد 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 رائع وحاجة أخرى جيد مهمة سوف نقول لكم بأن هذا المشروب أو هذا الخليط غني بالفيتامينات سوف يزول سخف العياء التعب والإرهاق سوف يخليكم أنكم تقوموا بالواجبات ستجي لكم النهار كامل سوف نضيف نضيف ملعقة صغيرة من العسل الحر لأنه قوي المناعة بشكل جيد 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 من الدراهيب كان دون أننا وصلنا نهاية الحلقة جيدة مبقرية في حلقات أخرى وإلى اللقاء